اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويجب علينا ان نعيش معا في عالمنا الذي ما زالت تزاد فيه المبالاة والتهم المتبادلة وتزاد فيها الخصومات والصراعات والتطرف الذي يهدد سلامة الجميع معبرا قدسته عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على استضافة وتنظيم مملكة البحرين للمؤتمرات الدولية وإتاحة فرص اللقاء التي تسعى لتعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والحرية الدينية وفي مقدمة تلك اللقاءات منتدى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل العيش الانساني واللقاء الأخير مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين في جامع قصر الاصخير وقال قداسة البابا فرانسيس إن هذه اللقاءات مهمة في وقتنا هذا لخير البشرية جمعا ليمنحنا الله أن نعمل دائما من أجل السلام والوئام في العالم كله وفي ختام رسالته توجه قداسة البابا إلى الله القدير داعيا أن يؤيد جلالة الملك المعظم وأن يديم على جلالته الصحة والعافية ولشعب البحرين دوام التقدم والزهار ترجمة نانسي قنع